ومبروك للمصريين كلهم طبعا بمبارك الأول سيادة الرئيس وللحكومة المصرية كلها على نجاحهم أو على نجاح هيئة قناة السويس في إدارة الأزمة الخاصة بالسفينة الجانحة اللي هي جاية برضو زي الجائحة كده للأسف يعني إحنا بنقول تخطينا الجانحة أو تحودنا على الجائحة وزارت لنا الجانحة فالحمد الله طبعا أن الأزمة دي عدت وزي ما حدك قلت أنها جاية تقريبا حل الأزمة في نفس اليوم الخاص بمبارات المنتخب لا خلي بالك أول سفينة عبرت ستة مساء ده بداية اللقاء بتاعي يعني زي ما بيقولوا ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فورجت الحمد لله إزاي بيوصس جمال تابعة المجريات اللقاء مبرح شوت أول أربع أهداف أداء كويس قوي شوت تاني بدون أهداف لكن أنت أداءك أو المعدلات بتاعتك نزلت طبعا طبعا أولا أولا يعني أنا بعتبر أن هذه المباراة أو هذا العرض اللي قدمه منتخب مصر هو قبلة الحياة للمنتخب وقبلة الحياة أيضا للجهاز الفني لأنها الحياة يا سيد شام بعد مباراة كينيا لا أنا قلت ما فيش أمل ما فيش فايدة لدرجة أن أنا واحد من الناس اللي كانوا بيقولوا أو مازال دا كان رأيهم لا الجهاز الفني يمشي وأصلا أنت مع هذا الجهاز ومع هذا المنتخب منذ أكثر من سنتين أو داخل على سنتين أو سنة ونصف مثلا والأداء غير مرضي على الإطلاق يعني أنت لغاية مباراة كينيا أنت المباراتين الوحيدتين اللي أنت كان أدائك فيهم إيجابي قدام توجو وواضح أن توجو مش في المستوى الطبيعي بتاعها لا معلش أنت مقارن تاريخك بتاريخ الفرق اللي معك في المجموعة لا فيه فرق كبير فمش دا المفروض الأداء اللي إحنا منتظرين بالزبط كده أنت بتستغرب على أنه مطلوب فريقين يتأهلوا من أربع فرق كمان يعني ما أنتش مش فريقين في تامن فرق مثلا فيه صعوبات ومشاكل لا الفارق في المستوى المفروض مبدئيا واضح جدا بين منتخب مصر توجو كينيا والثلاث منتخبات والجزر القمر بالزبط يعني حتى توجو مش في وضعها الطبيعي توجو المفروض أفضل من كده لكن أن أنت تتأهل بهذه الصعوبة لغاية آخر لحظة فبالتالي جات مباراة جزر القمر بقى كانت أنا بقول أنها قبلة الحياة فعلا خلت الناس يبقى عندها أمل لأ طب ما اللعيبة دول يعني اللي هما أغلبهم كانوا موجودين يقدروا يقدموا لنا مستوى أفضل يقدروا يبقوا شكلهم أحسر أنت عندك السوسة جمال دلوقتي كوالة لعيبة عالية جدا هل الفكر اللي بيدير هذا المتخب بنفس القوة من وجهة نظر من وجهة نظر الشخصية أنه المفروض أن الكابتن حسام البادري والجهاز الفني المعاون بتاعه عندهم خبرات يعني حسام البادري عنده خبرات كبيرة جدا اكتسبها من خلال وجوده طبعا مع النادي الأهلي مع أمان والجزي المدير الفني البرتغالي الكبير وقدر أنه هو يعني يقود النادي الأهلي باعتباره أكثر الأندية المصرية حتى مشاركة على المستوى الأفريقي فعنده خبرات إنما اللي حصل في فترة التصفيات ممكن آه نلتمس الأعذار ظروف كورونا فيش تجمعات للمنتخب مفيش مباريات لكن مش لدرجة إن ده المنتخب اللي احنا شفناه قدام كينيا ولا قبل كده قدام جزر القمر ولا قدام يعني حتى قدام توجه أنت بتلعب بطريقة مش هو ده مستوى المنتخب أنت يا أستاذ جمال دلقتي بتقول لي دي قبلة حياة بالنسبة للمنتخب أو حتى للإدارة الفنية للإدارة الفنية طبعا وممكن حد يقول ده مش مقياس يعني مستوى الفرق ده ما هي مش مقياس نهائي الناس متخوفة لما تقابل فرق بجد فرق لا مستوى عالية وما زال التخوف موجود يا أستاذ طيب يعني إيه اللي يطمننا بقى لا ما زال التخوف موجود يعني احنا مش هناخد بالظواهر لأن يعني اللي احنا نقدر نكسبه من هذا الأمر إن عندك لما حصل تغييرات في أداء تغييرات في تشكيلة المنتخب التغييرات دي كان أسمرت تغييرات